ريما أنت أول بطلة سعودية بتشارك بالفورميلا فور وكمان حصلتي على لقب تي ار دي بالإمارات وكمان شاركتي بفورميلا فور ببريطانيا شو بيعني لك هالإنجاز بهالعمر الصغير؟ مرة مبسوطة وماني مصدقة أنه قدرت يعني هذا كان حلم لي مؤخراً في حياتي وحمد الله قدرت أنجز هذا الحلم وحققه ولسه الحمد الله يعني عندي إن شاء الله يعني تشالنجز أكثر وأكثر وصل لي سنة فقط أنه بدأت في هذا العالم مجال الخدمات المالية لمجال عالم سباق السيارات كيف هيكثار؟ صراحة موضوع السباق والريسين كان شيء يعني كان شيء في بالي يمكن من أكثر من ثمانية سنين ولا شيء زي كذا بس الحمد لله يعني بعد فترة لقيت نفسي أنه عندي الوقت وسب تركت شغلي وقتها وكان عندي قرار أنه أكمل في شغل وكان عندي مشروع أو أقرر أنه لا كل شيء حوقف كل شيء وحاخذ الخطوة هذه الصعبة ودخل مجال السباق والحمد لله يعني ما ندمت ويعني أصعب شيء كانت الخطوة هذه شو كان موقف أهلك كان يعني الآن ينا عليكي تارفي الأهل دائما بيكون عندهم شور القلق يعني بالبداية داخلها كحوبي كشيء أنه حعمله بس في الويكند بس أول ما دخلت السباق والشاف والحماس والحب وهم كمان يعني اتفاجأوا وأنا اتفاجأت فأظنه الحمد لله يعني أني دعمهم لي كبير ويشجعوني كثير شو أكتر تحدي واجهك يعني خلال هالعام وكيف تجاوزتي من طرحها كان فيه تحديات كثيرة بالنسبة لأنه كل شيء كان يعني كل شيء سويته كان للمرة الأولى يعني كدخلت سباق للمرة الأولى دخلت سكت في المطر في حلبات عديدة فكل شيء كان تجربة جديدة بس أصعب شيء لي كان الأول خطوة هو كان أنه أخذ الخطوة عشان أخذ رخطة السباق ويسجل في السباق طيب شو حلم ريمة اليوم؟ في مستقبلاً أبغى أشارك في اللومو 24 hours فهذا السباق صعب جداً وإن شاء الله يعني بعد كم سنة أدخل فيه ويعني هذا الحلم أوجه هذه الكلمة لجميع النساء أهم شيء أن الواحد يأخذ الخطوة ولا يخاف وإن شاء الله حتحققوا أحلامكم ترجمة نانسي قنقر